طيب هنروح لأزمة أزمة طبعا رفع الأسقال ويبدو أن رفع الأسقال كتب عليه أنه يكون من الأزمة إلى أزمة ولكن هنا الدكتور أشف صبحي وزير الشباب الرياضة تدخل يعني بقوة ونجد لعبتنا من أزمة جديدة بطولة العالم القادمة للأسف ما تحطش عليها اسم لعبتنا في بطولة العالم طيب إزاي إيه القصة إيه اللي حصل في بطولة عالم قادمة هتتلاقي في أسبكستان حلو الكلام والاتحاد الدولي نزل القائمة المبدئية للدول اللي هتشارك في البطولة والقائمة اللي نزلت دي ما كانش فيها اسم لعبتنا ولا أي لعب مصر طيب إيه السبب؟ السبب أن فيه غرامة علينا بـ 200 ألف دولار فيه غرامة 200 ألف دولار على الاتحاد وزي ما أنتم عارفين الاتحاد كان موقوف عشان موضوع المنشطات سبع لعيبة تحليل إيجابي أكتر من عدد تلات لعيبة الاتحاد بتوقف مش اللعيب فمصر حتى حرمت من أكتر من مديليا في الأولمبيات اللي فادت بسبب هذا التخبط المهم الوزارة الشباب ورياضة دخلت إلحق طبعا دكتور أشرف صبحي حاجة دي بفاشي زار بالنسبة له سمعت مصر رقم واحد دخل سدد الغرامة بالكامل كان الاتحاد سدد 40 ألف دولار فقط من الغرامة الوزارة سددت الباقي الغريب هنا أنه طبعا المنتخب كان بيتمرم في المركز الأولمبي في المعاد يعني الاتحاد جايب المنتخب واللعيبة اللي هتشارك أو اللي هو عارف أن يلوم الحق في المشاركة بيتمرنه في المركز وهم في المعاد طيب إحنا بنتمرن هنا مقابل إيه يعني هلن بنتمرن عشان هنشارك ولا بنتمرن عشان ما نشاركش ولا بنتمرن عشان نكون ستاند باي يعني الموضوع كان فيه يعني جدل كتير ولكن وزارة شباب ورياضة ده دخلت حسمت الأمر بولادنا وبناتنا هيشاركوا ودي تبقى خطوة جميلة جدا لاستعادة الألقاب العالمية عشان باريس عشرين وعشرين احنا دلوقتي نعتبر في اتنين وعشرين خلاص يعني شهر ونص والسنة هتخلص هنخلش في اتنين وعشرين يعني الكلام اللي احنا بنشوفه ده كله ده يعتبر إعداد للتأهل لباريس عشرين وعشرين فكان لازم لعبتنا تشارك بنشكر الدكتور أشف صبحي طبعا على داخل وزارة الشباب ورياضة وده الطبيعي وده يعني في المشاركات الدولية فطبعا ده خبر يسعدنا وننتظر بقى من لعبتنا النتائج ننتظر من لعبتنا المدليات ننتظر من لعبتنا ان شاء الله يتحطوا على الطريق الصح ويعينهم على باريس عشان نعوض اللي فاتنا بإذن الله